بسم الله الرحمن الرحيم معكم مهندس محمد يوسف فيديو جديد في كورس Data Structures هنتكلم فيه عن الـ Q دلوقتي احنا هنشرح ازاي نعمل الـ Interface والـ Implementation الخاصة بالـ Q Data Structure طبعا احنا هنشتغل على الـ Circular Q احنا هنستخدم الـ Struct ازاي ما استخدمناه مع الـ Stake هعرف هنا اقصى حجم الـ Q او اقصى عدد عناصر ممكن اخزنا فاقول له Has Defined Max Size 5 طبعا العدد ده يرجع حسب التطبيق اللي انت عاوز تعمله يعني انت ممكن تغير الخمسة دي وحنحدد الـ Type بتاع العناصر اللي هتخزن داخل الـ Q فاقول له Has Defined Data Type نحن المرة في قدامناه في الـ Stake Character فاحنا هنغيرها المرة تخليها Int هنعمل الـ Declaration للـ Q باستخدام الـ Struct فاقول له Type Def Struct هنستخدم الـ R-A في عمل الـ Q فاستخدم الـ R-A اسمها Elements ممكن تغير الاسم بتاعها لو حبيت عدد العناصر هو Maxi Size اللي احنا معرفينه فوقنا والـ Type بتاع الـ R-A هو الـ Data Type اللي احنا معرفينه فوقنا فاحنا قلنا هنستخدم متغيرين متغير خاص بالـ Front ومتغير خاص بالـ Rear فانا كاتب هنا في Front الـ Type بتاعه Int والـ Rear الـ Type بتاعه Int على الاساس ان اللي هتخزن فيهم قيم رقمية وبسمي الـ Structural اللي قدامي ده Q دي الـ Prototypes اللي احنا هنستخدمها فعمل الـ Interface الخاص بالـ Q او الـ Function عندنا اسمها Init ودي الغرض منها انها تعمل Initialize للـ Q تاني Function is Full ودي بترجع بقيمة يا اما زيرو يا اما واحد لو واحد بتدل على ان الـ Q فول يعني ما ادرش اعمل فيه In-Q لو زيرو يبقى لسه فيه اماكن فاضية دي الـ Function باستخدمها عشان اعرف اذا كان الـ Q امتي ولا لا لو رجعت بالقيمة واحد يبقى هو إز امتي مفيش فيه اي عنصر باستخدمها عشان اقدر اضيف عنصر جديد داخل الـ Q بترجع بالقيمة واحد اذا تمت عملية الاضافة زيرو اذا ما تمتش عملية الاضافة دي الـ Q باستخدمها عشان اقدر اعمل ريموف وارجع بالـ Data العنصر من الـ Q طبعا العنصر ده بيبقى الـ Front بترجع بالقيمة واحد في حالة ان انا عملت دي الـ Q نجحة وترجع بالقيمة زيرو في حالة ان انا ما قدرتش اعمل دي الـ Q الـ Q Size ده بيديني عدد العناصر اللي موجودة داخل الـ Q برجع لي بيها من خلال الـ Function Clear Q ده بيمسح لي الـ Elements اللي جوه الـ Q ما بيرجعش باي قيمة او الـ Function عندنا اللي هي الـ Inet دي اللي بتعمل initialize للـ Q طيب بتاعها فايد لانها ما بترجعش باي قيمة وزينا متعرفنا في الـ Stake اللي عنا بمرر الـ Struct داخل الـ Function فالـ Struct عندنا هيبقى pointer للـ Q هيبقى انا مسلمي هنا PTR Q طيب بتاعه هيبقى Q الـ Q دي ده اسم الـ Struct اللي احنا كنا انشاءناه اللي هو ده طيب اعمل الـ Inet ازاي؟ كل اللي هعمله اللي هعمله اللي انا هخلي الـ Front بيساوي الرير بيساوي ساليب واحد طيب عشان اوصل للـ Front واوصل للرير انا هاوصل لهم من خلال الـ Struct اللي هم موجودين جوا الـ Struct يبقى انا بقول له PTR Q Access Front Equal Minus 1 PTR Q Access Rear Equal Minus 1 يبقى لكده عملت initialize للـ Q ده اللي بعد كده Is Emity بتشوف لي ازا كان الـ Q عندي فاضي ولا لا فالطيب بتاعها هيبقى Int بمرر من خلالها الـ Struct بتاع الـ Q فانا بروح اشيك على او بعمل تشيك على الـ Front وعلى الـ Rear لو الاتنين بيساوي بواحد يبقى كده الـ Q Emity فنقول له If PTR Q Access Front Equal Minus 1 And PTR Q Access Rear Equal Minus 1 يبقى Return 1 يبقى كده Emity Else لو ما ماسوش السالب واحد Return 0 معنى كده انه هو Not Emity ده اللي بعد كده Is Full وده بتشوف اذا كان الـ Q Full ولا لا فبترجع بالـ Type Int وبنمرر البرامتر PTR Q Type بتاعه Q احنا هنستخدم الشرط اللي كنا شرحنا في سلايد سابقه اللي هو بجيب الـ Rear واجمع عليه واحد وعمل له Modulus على عدد العناصر بتاعة الـ Q لو ساوت Front يبقى كده Full فعنقول له F PTR Q Access Rear Plus 1 Modulus Max Equal PTR Q Access Front لو اتنين دول ساوا بعض يبقى Return 1 معنى كده انه هم آآ الـ Q عندي مليان Else Return 0 يبقى لسه في مكان فاضي بدلل لبعد كده Clear Q وده اللي بتمسح لي العناصر الموجودة داخل الـ Q طيب بتاعها Void ما بترجعش باي حاجة بمرر من خلالها Struct بتاع الـ Q طيب كل اللي انا اعمله ان انا هحط Front و Rear بسلب واحد يعني لو كان Front بيشير الـ Index و Rear بيشير الـ Index معنى كده ان فيه عندك عناصر في الـ Q طيب لو انا خليتهم هم الاثنين بيساوا سلب واحد معنى كده ان الـ Q هيتم التعمل معه على انه فاضي فانا هقول له PTR Q Axis Front Equal Minus One PTR Q Axis Rear Equal Minus One ده اللي التالية NQ وده هستخدمها عشان اضيف Element داخل الـ Q طيب بتاعها انت لو رجعت بالكويمة واحد فده معنى انه تم عملية اضافة عنصر الجديد رجعت بالكويمة zero معنى كده ان ما تم مش عملية اضافة هتاخد اتنين برامتر الاستراكت بتاع الـ Q عشان اقدر اوصل للـ Element اللي جواه والبرامتر الاولاني ده الـ Data اللي انا عايز اضيفها داخل الـ Q طيب انا مسمي البرامتر هنا Element و الـ Type بتاعه Data Type طيب احنا عشان نضيف Element داخل الـ Q هنعمل الـ Check الاول هشوفه هل هو مليان لو كان الـ Q مليان على اخره هرجع ومش هضيف حاجه وارجع بالقيمة zero طيب لو مكانش مليان على اخره معنى كده ان انا ممكن مقدر اضيفه طيب عشان اضيف انا باستخدم هنا المصفوفة اللي اسمها Elements وحط Index اضيف عنده القيمة الجديدة الـ Index ده هيبقى ايه؟ هيبقى هو الرير الجديد طيب في احتمالين بقى ان المصفوفة تبقى Amity فضية خالص وفي الحالة دي انا مش هزود بس الرير بواحد انا كمان هزود الـ Front بواحد بعد ما كان لو هي فضية خالص هيبقى الـ Front بيساوي الرير بيساوي سالب واحد فانا في الحالة دي هزود الـ Front والرير بيبقى بزيرو واضيف العنصر الجديد عند الزيرو طيب لو مكانتش فضية خالص وفي بعض العناصر يبقى كل اللي هعمله في الحالة دي ان انا هزود الرير بس واروح اضيف القيمة الجديدة اللي انا عايز اضيفها طيب تعالى نشو بقى الكود اللي بيعمل الكلام اللي انا قلته فانقول له اول حاجة نشوف هي فول ولا لا قل له F PTRQ Access Rear Plus One Max Size بيساوي PTRQ Access Front ده الشرط اللي احنا شرحناه في السلاد اللي فاتت اللي بيختبر اذا كانت الكو مريانة ولا لا لو تحقق Return Zero يبقى منفعش اعمل NQ طب لو ما تحققش انزل على الشرط اللي بعده LCF احنا عايزين نختبر دلوقتي ان الكو فاضي هقول له PTRQ Access Front Equal Minus One and PTRQ Access Rear Equal Minus One لو الاتنين دول اتحققهم معنى كده ان ده يعتبر اول عنصر هيتم اضافته داخل ال Q فاقول له PTR Access Front بيساوي PTR Access Rear بيساوي الزيرو يبقى انا كده خليت الرير بيساوي الفرنت بيساوي الزيرو نتيجة اللي انا عندي عنصر واحد طيب لو ما كانش ال QMT وكان في بعض العناصر خلاص كل اللي عاوز اعمله اللي انا هزود الرير هقول له else زود لي بقى الرير بس خلي بالك احنا شغلينا Circular Q فلازم استخدم الزيادة عن طريق الموديلس فقول له PTRQ Access Rear هيساوي PTRQ Access Rear Plus One Modulus Max Size كده بقى انا زودت الرير بواحد خلاص كده انا حددت الاندكس بتاع الرير اللي انا عايز احطه عنده القيمة الجديدة في ال Q هروح بقى المصفوفة هقول له PTRQ Access Elements ده اسم المصفوفة وحطيلي في الرير اللي احنا عملناك الجديد يبقى PTRQ Access Rear القيمة اللي انا عاوز ادخلها في ال Q بتساوي element اللي متعدية عندنا في البرامتر بعد كده اقول له return one معنا كده انه تم عملية اضافة element جديد ده اللي بعد كده دي Q الطيب بتاعها هيبقى int لو رجعت بالقيمة zero يبقى كده ما حصلش عملية remove من ال Q ولو رجعت بالقيمة واحد معنا كده ان انا عملت عملية remove من ال Q بتاخد اتنين برامتر البرامتر التنين ده الاستراكت بتاع ال Q والبرامتر الاولاني ده pointer للادرس اللي انا هخزن فيه ال data اللي هسحبها من ال Q عشان بعد ما اطلع من الفنكشن تبقى ال data موجودة في المكان اللي انا مش هاور عليه بال pointer طيب كده معناه ان البرامتر ده بيمر by reference طبعا الكلام ده احنا شرحناه في كورس C البرامتر يبقى ptr element وطيب بتاعه وطيب بتاعه data type انا عاوز اعمل DQ يعني اسحب element من ال Q فلازم اتأكد ان ال Q عندي مش فاضي يكون فيه عناصر فحنستخدم الشرط اللي قدامنا دوت اللي هو بيشوف ان ال front بيساوي ساليب واحد لو الكلام ده يتحقق يبقى ال Q عندي فاضي فقوله F ptr q and ptr q axis rare equal minus 1 يبقى ال Q عندي فاضي يقوله return zero لو الكلام ده ما تحققش معنى كده ان في عندي elements موجودة داخل ال Q بصرف النظر عن عدد هال هي واحد او اكتر فالخطوة اللي بعد كده ان انا اروح احذف ال element اللي موجود عند ال front لان ال element اللي موجود عند ال front هو اللي بتعمله ال DQ هعمله ازاي بقى انا عايز اخده من داخل ال Q فانا هقوله star ptr element اللي هو كان معدي عندي في البرامتر الاولى من ال function هاتلي بقى القيمة بتاعته طب هو موجود داخل المصفوفة elements عند ال index front فانا هقوله ptr q access elements وانا كده وصلت للمصفوفة google struct ptr q access front كده انا وصلت للإندكس الخاص بال front يبقى انا كده هجيب القيمة اللي متخزنه فيه المصفوفة عند ال index front واخزنها في ال address اللي بيشاور عليه ال pointer طيب انا كده جبت القيمة من عايزين بقى نحرك الخطوة القدام عشان اعملت dq في بقى عند احتمالين الاحتمال الاولاني ان يكون عدد العناصر اللي موجودة داخل q عنصر واحد وان ال front بيساوي الرير اه في الحالة دي يبقى انا عايز اعمل ايه اخلي بعد اما اعمل dq اخلي ال front يساوي الرير يساوي سالب واحد لانهما دلوقتي مفيش عند العنصر واحد والعنصر واحد ده هيبقى موجود اه عند الزيرو انا هعمله dq فيخلي ال front يساوي الرير بيساوي سالب واحد عشان اقول ان q عندي فاضل يبقى دي الحالة الاولانية الحالة التانية ان يكون عندي فيه اكتر من عنصر وفي الحالة دي كل اللي انا هعمله ان انا هزاود على ال front واحد بس خلي بالك انا هزاوده باستخدام الموديلس مش هجمع على ال front واحد بس لازم استخدم الموديلس لشان دي circular q بعد ما اجبت القيمة المخزنة عند ال front وحطتها في ال address اللي انا كنت مشاور عليه نبدأ بعد حرك ال front بقول له f ptrq access front equal ptrq access rare معنى كده اللي انا عندي المنتو واحد داخل ال q يبقى انا عاوز اعمل ايه بقى هرجى اعمل reset هقول له ptrq access front equal ptrq access rare equal minus one يبقى كده q عندي فاضي طيب لو مش شرطة متحققش ان ال front بيساوي معنى كده ان في عندي اكستار من عنصر يبقى زي بقولنا هنجمع على front واحد ptrq access front يساوي ptrq access front plus واحد موديلس max size يبقى كده بزود على front واحد بس باستخدام المدرس بعد كده بعمل return بواحد على اساس انه تم عملية dq الضلل اللي بعد كده q size دي بترجعلي بقيمة رقمية بتحددلي عدد العناصر الموجودة داخل ال q وبتاخد بتاخد برامتر type بتاع q عشان نقدر نفهم الكود ده احنا هنيرسم الحالات المحتملة لل q واشوف كل حالة بيتحسب لها size بتاعها الحالة اولانية ان يكون عندك q فاضي وفي الحالات دي ان front بيساوي الرير بيساوي سالب واحد يبقى عدد العناصر هنا 0 مفيش عندي عناصر وده اللي موجود في الشرط الاولاني بولد و if ptrq access front equal minus 1 and ptrq access rear equal minus 1 يبقى كده فاضي ونلو return 0 يرجع بالقيمة 0 من الدلا مع كده مفيش عندي عناصر في الكيون طب الحالة التانية الحالة التانية ان front اقل من الرير زي ما احنا شايفين عندي front ب zero والرير بواحد طيب ايه size هنا بيساوي ايه عدد العناصر هقول له الرير ناقص front زائد واحد الرير عندنا بكم بواحد ناقص front 0 يبقى واحد ناقص 0 بواحد زائد واحد يطلع اثنين اللي هو عدد العناصر فانا هقول له lcf ptr q access front اقل من ptr q access rare اللي الحالة اللي قدامنا دي هقول له return ارجع لي بقى بالنتيجة هتطلع من هنا ptr q access rare ناقص ptr q access front زائد الواحد طيب الحالة التالتة ان الرير يبقى اقل من front زي ما احنا شايفين الرير عند هنا بزيرو والfront عند هنا باثنين طيب احسب size ازاي هنجيب الاول عدد العناصر اللي هنا واجمع عليهم الرير عدد العناصر اللي هنا هيساوي ايه هيساوي max size max size عندي هنا اللي هو خمسة اللي هم خمس عناصر ممكن ياخدهم الكيو يبقى خمسة ناقص front front عند هنا اثنين يبقى خمسة ناقص الاثنين ثلاثة اللي هم عدد العناصر دول زائد الرير الرير عندي هنا بكام بزيرو فلو جمعت خمسة ثلاثة زائد زيرو هيطلع عندي ثلاثة بينما هم اربع يبقى اجمع عليهم واحد كمان يبقى max size ناقص front زائد الرير زائد واحد طب لو كان عندي الرير هنا بواحد يبقى برضو حجم عليه واحد لان حيبقى عندي اثنين اثنين ما عديهم الرير طيب يبقى اقول له هنا خمسة ناقص اثنين حيساوي ثلاثة بالاضافة لو ادن الرير عندي هنا عند الواحد يبقى واحد زائد الثلاثة اربعة زائد واحد كمان يبقى خمسة ده في حالة ادن الرير موجودة عندي هنا يبقى في عندي خمس عناصر يبقى نقول له اقل من اللي هو الحالة اللي قدامنا دي هقول له ناقص الشوائد اللي هنا دول زائد زائد اللي هو الجزء اللي هنا عندي الحالة الاخيرة بقى ان بيساوي الرير بس ما بيساويش السالب واحد في الحالة دي بقى انا عندي عنصر واحد وارجع بالقيمة واحد شكرا جزيلا